حقيقي المنقشة لازم تفضل موصولة يعني هو ايه اللي حاصل في ادمغة ونفوس بعض من المصريين انا مقدرش ابدا اقول انه الساحل الشمالي يعكس سلوك المصريين اه في النهاية خالص بيعكس شكل لسلوك وشكل لمجموعة من العادات الغريبة اللي اتفق رواد الساحل على ممارستها بشكل او باخر وفي النهاية انا بظن ان الناس دي بتبقى نسبة الواحد والاثنين في المية يعني رواد الساحل دول كلهم على بعض قد ايه يعني مليون اتنين مليون من مئة مليون نسمة وبالتالي انا مقدرش اقول انه دي ظاهرة لدى عموم المصريين لكنها ظاهرة لدى بعض او كثير او غالبية رواد الساحل وبعد كده قلت لأ راجع نفسي اكتر حتى هستخدم المصطلح الرائج دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي الساحل الطيب والساحل الشرير الساحل قبل الكيلو تسعين والساحل بعد الكيلو تسعين قبل الكيلو تسعين ناس عادية زر حضرتك وحضرتي وحضراتنا ناس عادية جدا عايزة تاخد بعضها تتشمس تنزل البحر لعل تلعب في الرملة نلعب كورة نلعب راكت ناكل اكلة لطيفة نقف كلنا مع بعض نحاول نطبخ طبخة كويسة الاخ 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 ده ما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ودي بالمناسبة طبيعة الاجازة يعني انت بتاخد الاجازة على اي ساحل في اي دولة في الدنيا عشان تفضي دماغك وتصفي زهنك وتعمل مجموعة من الانشطة الرياضية والحاجات اللي بتتلعب على الشواطئ الى اخره والعيلة تتلمى مع بعضها بس لحد كده تمام تاخد بعد كده بقى حاجة طب وايه الشكل العام المسيطر المفروض الشكل العام هو البساطة في كل شيء علينا ان نتجرد من كل تعقيدات حياتنا اليومية يعني استحالها بقى في الساحل لابس جاكت واميس ويش عارف وايه خالص انت بتلبس شورت لطيف وبسيط تيشرت لطيف وبسيط وكذا وتتنقل في اغلب الاحوال وانت حافي لانها على الرملة البيضاء الساحرة بتاعة الساحل الشمالي الغربي المصري حلو حلو بقى لنا كم سنة بالمناسبة ده مش سنة ولا اتنين ولا ستة ولا سبعة احنا بنتكلم فيجي عشر سنين حداشر سنة في حاجة مش مظبوطة الناس بتعتبر انه من بعد الكيلو تسعين انت رحت الى مجتمع تاني مجتمع لا يفكر فيه اي شيء طول ما هو خلال الشهرين دول موجود هناك في هذه المنطقة حتى لو كان بيسافر يومين ثلاثة او بيسافر الشهرين على بعض الا فيه ازاي نتمنظر ازاي نتمنظر على بعض فتحصل المبهاب العربيات وبقوة موتورات العربيات والمبهاب اللبس ومركاته يعني انا ما فهمش واحد راجل لابس مايو مثلا ياخد بعض وشاء مايو شورت مايو ياخد بعض ويروح يشتري مايو بثلاث تلاف جنيه او باربع تلاف جنيه ليه ليه عشان ليه يعني او مايو هتنزل بيه الميا وهيتبل الاهم انه يكون من خامة جيدة وانها طاردة للمياه وانه هي تنفع بس والسلام عليكم تنفع ليه اليوم تنفع للبحر تنفع لبهدلت الرملة بس في بقى مركات كتير لكن انت تاخد بعضك وتروح تشتري مش عارف مركة ايطالي مركة فرنساوي اصلا ده مش عارف ايه والساعة مركتها كذا وستات لبسين المزات وحطين برفنات بعشرات الالاف وحطين تسعة كيلو ميكب على وششهم تحط ميكب على وشك ليه شمس هتسياح لك الميكب يعني كل الكزبة اللي محطوطها دي هتروح والبحر برضو هيخلص يعني وبعدين يصحوا الصبح لقيت محلات اللي هو كوافراته وبتاعه مصففين الشهر فتحين في الساحل وبيصحوا الصبح يروحوا عند الكوافر تعمل شعرها بكيت روح تقعد على البحر ما هو هيبوز من الرطوبة والمية فانت بتروح تدفعي المبلغ الباهز ده بدون سبب يعني انا مش قادر رفهم غير انه اصلا الصبح كنت عند فلان الفلاني انا كنت في السالون علاني العلاني دي منظرة الساعة اللي انت لابسها وانت نزعل على البحر مية ورملة وشمس ومش عارف ايه هتبوز لو هي ايه هتبوز عشان بس تبقى عارف ما بزدش السنة دي هتبوز السنة الجاي وانت دفع قد كده انا مش ضد يا سيد انك تشتري الساعة لكن طلع بيها على البحر الميول غالي ليه عشان يحصل ايه ولا حاجة يلا بينا نصرف فلوس ونوري الناس احنا ازاي بنصرف الفلوس وتلاقي الناس قاعدة عمالة بتحطين في شنط سغانطوطة مطلعين رزم فلوس ضخمة جدا يخربت عقلك فيه ايه زي ما انا قلت قبل كده وانتو بتلاقوا الفلوس دي في الشارع طب قلولنا فين الشارع اللي بتلاقوا في الفلوس اين هو ذلك الشارع الذي تنطر سماء اموال عشان نروح نتمشى فيه ان شاء الله نصف ساعة مش صح وغلط ومش مفهوم لهذا السبب دايما نعود اقول العالمين الجديدة يوم ما هتفتح هتقد بالساحل لانه هتسود اخلاق او عادات او سلوك مدينة طيب المناطق بقى اللي هتبقى تابعة لالعالمين الجديدة او في حزمها او مجاورة لها اللي هي القرى الساحلية السغنطوطة اللي الناس بتروح تشتري فيها او بتأجر فيها ده شليدة شقة ده فيلا الى اخره حلو دي مش هتبقى نسخة او مش هتبقى بالزبط بتتبنى سلوك وعادات وتقاليد المدن هتفضل دايما مناطق للسياحة والترفية وقضاء العطلات والاجازات بتتمنظروا جوه ليه بتتمنظروا على بعض ليه ما بفهمش يا جماعة هادي او هذا السلوك او العادات او الطرق او الانماط هي انماط استهلاكية الناس اللي زي حالاتي بنسميها العادات البرجوازية ودي عادات ممجوجة مرفوضة بتدفع الناس ده هتتريق عليك يعني لو بيبتسم في وشك دلوقتي ثق انه اول ما بيلف وشك اول ما بيلف وشه بعيد عنك بيهريك تريق بيهريك تريق انا بيقولك من دلوقتي انا واحد من الناس اللي بيتتريق عليك واتقولي مش مهم انت يا عام فلتذهب الى حيث هو ما تذهب هجي اقولك وليه ما تخليك بني قدم طبيعي راح تقضي اجازة اجازة لطيفة ظريفة بشكل طبيعي ده اللي احنا كنا بنعمله وإحنا عينا صغيرين في المعمورة وفي العجمي ما كانش في حاجة في المنطقة بتاعة السحل الشمالي الغربي دي من اسكندرية الحد ده مرسة مطروح غير المعمورة والعجمي وكانت مرسة مطروح طريق طويل فين وفين بقى لما حد يقرر ان هو ايه يطخ المشوار رازم يكون عندهم عربية كويسة جدا احنا كانت عربية معربية متوضعة ما قدرش هم تطخ المشوار لمطروح بالمناسبة فتتعب يعني فهذه الحال في بعض الناس كانت تحب تروح مطروحة المطروح دي بقى اللي ما حصلتش جميلة لطيفة الظريفة الحمد لله الحمد لله انها لسه ناجية من هذا السلوك التعبان يا جماعة اللي بيعمل كده حد تعبان في مخه تعبان في نفسه شايف انه القيمة الرئيسية في حياته فلوس شايف انه القيمة مش في التعليم شايفها فلوس شايف انه القيمة مش في العمل شايفها فلوس شايف انه القيمة بحجم رصيده جوه البنك وشاري بيت بكام الناس بتروح للأسف تجري وراء الأغلى مش الأحلى مش الأوفق مش الأنسب يلا بنا نشتري الأغلى عشان أقول ده نشاري في المكان الفلاني هو ده المناسب ليك هو ده السؤال مش أنا اللي هحكم ده مناسب ليك ولا لأ أنت اللي تحكم هو مناسب ولا مش مناسب القيمة الرئيسية أول ما تتحول إلى أنها تبقى رأس المال المادة الفلوس ثق أنك بتسقط من علن أول ما تبقى القيمة هي الأخلاق والقيم العليا احنا هنا مش مسلسل أبو العيلة البشري وإن كان مسلسل عظيم يعني وكان بيناقش الفكرة دي ما بين قيم الاستهلاك وما بين القيم العليا فهمني أصودي دي واحدة من رواقع قسامة أنور عكش فدي الفوارق يعني تعدي الدنيا وتشوف ده بيحصل للأسف وكأن الرجل يعني كان يرى التغيرات الاجتماعية اللي بتحصل في مصر واللي كان بيقعد يحذر منها شوف المسلسل ده بقى له أكتر من 30 سنة دلوقتي أكتر من 30 سنة فعلا ولكن سبحان الله العظيم وسمى أنور عكش رحمة الله عليه شاف ده شاف ده تيجي بعد كده بقى وتشوف حاجات تانية زي النوة إلخ 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 يعني كان مستبصرا بصراحة رحمة الله عليه أنا أدعوكم 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 للعقل والعودة إلى المنطق والعودة إلى اللي تربينا عليه أما اللي ما تربيش أصلا فدي قصة أخرى نناقشها في موقف آخر وفي وضع آخر